أصدقائي السلام عليكم تمنى تكونوا بخير و لأخير أمور دلكم طيبة و في أفضل الأحوال كيفما كتشوفوا الحصة اليوم ان شاء الله نشوفوا التحليل صوري ميس بريال وكنقول الأصدقاء والصديقات اللي تلبوا مني هذا الصوري شحال هادي I'm so sorry سمحوا لي بزاف سمحوا لي بزاف كنعتادر لأن الصوري سيأخذوا واحد الوقت في الأعمال ديالهم في الخدمة لهذا كنقول لكم سمحوا لي على هذا التأخير لخارج الإعرادة وكنقول الأصدقاء اللي طريقة الحالكية اللي غاي كومون طيلية هنا في تعليقات ديال مثلا دياله تحليل شي ستوري سمح لي بزاف خوي أختي إلا ما قدرش أنني يعني لبيت طالب ديالك سمح لي الله جزيك بخير ونتمنى تكونوا استفتوا كاملين من هاد الدورس اللي احتنا اللي هي مشتركة سوى spoken English for example grammar study skills etc حيث الهدف من الدورس اللي في القناة هو فقط تبسيط الأمور بلا ما تبقى وتصعبوها كل شيء كم بغن نبسيطه هذا هو الهدف أما الحمد لله رلان تاني تعامل وكل شيء موجود يكفي أنك تقلب تلقى لهذا أصدقائت واحد ما يتقلق نتعاونه باش نوصلوا كاملين إن شاء الله والله يصير لجميع إذن أصدقاء اللي مهتمين بهذا الصوري يتبعوا معي زيان عفاكم وحاولوا تسمعوني وسمحوا ليكس كان نضرب وكانا من عادي كان نهضر باللغة العربية يعني بسرعة كان نعتادر نحاول نهضر بشكل بطيء تبعوا معي لجزكم بخير نقولوا بسم الله إذن أصدقائي أول حاجة هنشوفه sitting of the story the location of the story is set in France at نقولها بفرنسية مش مشكل jardin public أو لا for example garden إذا بغيت تترجمها public garden in early spring and in Miss Braille's home as well Mansfeld has set the time sitting in the 1990s بمعنة بسيط يعني المكان ديال وقوع القصة وقع في فرنسا بشكل عام ولكن بشكل خاص في المنزل ديال Miss Braille و time هو early spring أوكي و time ديال for example story هنشوفه 1990 في هذا الوقت قريبا أصدقائي فقط واحد الفكرة وسمحوا لي يا تنها ضرب بزاف أوكي كالك يشوفها نوع من الثرثارة والكال راه ماشي الثرثارة بالعكس أستدليك أن نشرح لك بزاف راه أفونتاج لك أنت لأن المعلومة موجودة خسغل لي يوصلها هذا من يكون نشرح بزاف بعد الأصدقاء الله يهديهم و تلا يجهزهم بخير ماشي مشكلة يقولوا لي يا في كل هذا الرب بزاف وقلال تقريبا واحد 0.0.0.0 واحد في المئة سمعني بزيان أخويا لو مهتم باش تفهمني sitting دائما كتسوء السوء من يتبغي تلقى sitting هذه الثلاثة الحويجات في الأصل يعني where when وكذرحت على how يعني environment يعني هال wh questions نقوله for example where the story let's say here took place يعني ال past or when for example took place or the characters يعانوك تلقى طبيعة الحال لك شي اللي بغيتي في story إذا انت من انتقراشي story دائما وجد wh questions يعانوك هدوم فقط من باب العلم بالشيء دائما سوء for example what happened where happened when happened how happened to whom happened يعني هاد الأسئلة كتساعدك تديل الاناليز ديالك بشكل بسيط جدا عن طريق طرح الأسئلة الأسئلة دائما هما اللي كيساعدك باش تلقى أي حاجة بغيتي إذا انت منها تكونوا فهمتم نتشي كل اللي تنقول city نحن هادرنا هنا فهذا الpoint انه هو place and time وقلنا دابا فين وقاعد القصة امتى يعني وقتاش نبغى مش لحد الpoint خراء اللي بزلت أصدقاء كي بغوا يعقلوا عليها اللي هو protagonist and antagonist يعني بطبيعة الحال مهمة أنا دي الألوان عفوا باش نبيل للك من اللي تنقوله protagonist هو اللي هي miss braille is the protagonist in the story يعني البطالة بشكل بسيط جدا يعني the hero بالنسبة الantagonist يعني الضد لها the evil أنا دي الألوان أحمر the young cap only love اللي قرأة story غير يعرف أننا كنهضر على واحد the young cap only love وراكم شفتو في الصوري شنوقع مني شافوا miss braille كيفاش حتقرواها كيفاش مهم اللي قرأة story غير فهمني اللي ما قرأة شي كفي عقل على هاتش or the antagonist من هاد السلايد خصيك شكونت سمارت أقل على ربعات الحويجات اوكي where when ونظروا على ولا نعقلوا على protagonist and antagonist باش ما دعلكمش time نزيدوا أصدقائي الpoint الموالية هنا أصدقائي هنشوفوا the point of view أي story قريتيها ضروري teacher غيصولك على point of view يعني وجهة نظرك نظرها السرد هنا في القصة هدنا نورمال مو ثلاثة هدنا first person و هدنا third person كان قدر نقوله third person limited و هدنا third person omniscient و كان حتى second person و خقليلك يبازع له story دينا أصدقائي miss Braille is told from a limited third person point of view سمعني مزيان اللي ما تعرف شنو هي third person أوكي limited point of view يعني narrator is limited to one character يعني tells thoughts and feelings of one character مشكلة باسعة جدا يعني هنال narrator سارد كيبقى دائما مقتصرنا على الأفكار و الأحاسس ديال character واحد حيث كيكون هو الهيرو هو اللي يكنترول القصة يعني هذا على القصة إذن هو اللي يركز على شنو في دماؤه و هنالك نعرف شنو كيوقع لهذا سيد اللي في القصة إذن نتمنى تكونوا فاهمين مزيان إذن هنا كتلقى الدمائر هي شي هذا كنقول third person limited هي جيد perfect لباس دقيقة مش نشوفوا واحد باسيت جدا يعني simple ولكن to the point و انت ممكن تقلب أكثر باش تلقى بالنسبة لبلوت سامري رانقدرون نقولوا أن سيدة بريل لا تقوم بعمل ترجمة جوجل كان أقول لكم أخوتي سمعوا فهموا فقط المعنى هي واحدة الامرأة اللي هي كبيرة في الصين وهي واحدة إنسانة وحيدة إذا انتهى الشخص يتساقل عليه هذو هما البوينت اللي تخليك انتهى متميز لا تقعش تقرأ بزاف هي واحدة إنسانة كبيرة في الصين سوف نستطيع عليها لأنه هما الكيز المفاتيح اللي غيرونوني باش نحلل القصة ديالي هي واحدة إنسانة تعيش لوحدة هذه مهمة بالحمر الكتبها عندي كتستمتع بالذهب للحديقة مثلا بعد ظهر كل يوم أحد الكتبها عندي بالحمر مهمة بزاف كتبغي تشوف الناس مثلا من كتكون جالسة في ذاك البلاصة هذه الحديقة هي كتبغي تشوف كتبغي تشوف كتبغي تشوف كتبغي تشوف الناس بعينيها كيف يتحركوا كتستمتع بذاك الناشاط يعني هنا لسيمتاعة شو كله يعطيك واحدة المعلومات على الشخصية ديالنا كي منحه واحد الشعور بالتواصل مع الآخرين يعني عنده واحد الاتصال ورغم انه كان واحد الاتصال حقيقي يعني for example face to face مع الآخرين لهذا هنا ما هي ما كتكونش كتدخل في المحادثات مثلا مع الآخرين بشكل كبير ونفين غادي يكون وقاع واحد الاشكال مع الانتغونيس اللي قلنا هدوك الكابول اللي كنا ندوين عليهم لهذا غادي نزيد نقول يعني 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 ما هي الأمور اللي مهمة وكتميزها طبيعة الحال اللي ستتعقل لها انت لهذا قلنا في آخر هي تجلس بحدها كتبغي تكون إنسانة منعزلة كتبغي تكون وكتبغي تشوف الناس يتحركوا ولا كيذي يقدمها يعني ما هي الطيما والا theمز في القصة أصدقاء ماشي هو الميناريه وهم هو ذلك المسيج لي بغي وصلنا الكاتب من وراء ولاacă الميناريه هي اريض فكرة العامة للنص اول theme عدنا أصدقاء اللي هي الي هو دسوسيياشن يعني بشكل بسيط الانيسة بريل هي واحد الامرأة عجوز غير متزوجة وهي شيخ استقلالي مزيان كيف ما قلت لك هو الكي points to access to the story يعني هي عجوز وحيدة كتعيش الوحدة وعنده واحد الروتين كي سميل كي سميل كي سميل كي سميل إلا هذه القديمة قدما يعرفك ما هو من المفيد لك هي عقل المفيد أنها امرأة متزوجة عجوز وحيدة وعندها واحد الروتين هدوك بطبيعة الحال هم اللي يعطوك الـ Access to the story كما كان قول ديما باتقاش تحفظ إذن هذا الشيء نتمنى تكونوا فاهمينه راح تثيم بعض المرات كيعوني أنني نلقى سامري أيضا عدنا Youth and old age بمعنى هناك الطيمة التانية هي الطيمة ديال الشباب والشيخوخة وهذه راح نشفنها في story مع ذلك الproblem اللي وقاليها مع for example إذن هنا المعطف ديالها أوكي الفرغ كنقول بالعربي دي المعطف ديالها كيجسد لها واحد الحنين للشباب ديالها وهي كتظن بأن الناس اللي هما كبار السن يعني كبار هي دوك الناس و دوك المخلوقات اللي كتكون مهمشة وكتش واحد النوع ديال القهر لهذا قلنا هنا Youth and old age نتمنى لكم تعقلوا عليه الحق الأولى نقدر نقوله الثيم موالي هو الحقيقة والوهم يعني reality and delusion طبعا الحال هي كتعيش واحد النوع ديال reality في story وايضا ديالوجين يعني واحد الوهم معين إذن يكفي أنكم تعقلوا لهذا الشيء اللي بالحمر نهل انتيحان باش أنه teacher يلعطاني for example a paragraph نقدر نكسب بطريقة سيمبل بلا ما تدوخ مواله حليل ديال شخصيات بشكل باصي جدا ربما teacher يتكسو ألف حالكة what type of character is Miss Braille يعني تحتذهب بشكل سؤال إذا نشوفو character analysis in Miss Braille غنقوله أن Miss Braille a middle-aged and married English teacher in France الشيء اللي كذب لك أنا يا أنجرة أعقل عليه يعني involved مهم بزف Miss Braille is optimistic, observant and sensitive her reflections about her day to day life revealed that she is extremely lonely سمعني مزيان من تحليل لك الشخصية أتطعيك واحد المعلومات ولو حد الفكر على story إذن هي إنسانة middle-aged كتعيش منتصف العمر غير متزوجة and married وهي English teacher يعني English teacher إذن هي مهمة الفكر عليها أيضا إنسانة متفائلة كتلاحظ بزاف وإنسانة حساسة أوكي وبطبيعة الحال لك الإنعكاسها عندها وكتعيش واحد النوع للإنعكاس مع الآخر يعني for example الحياة ديالها اليومية كتنعكس في الآخر لهذا هي كتعيش واحد النوع كتعيش عفو واحد النوع ديال الوحدة أيضا عندنا old men and women لعنقول لهم they seem an interesting to miss Braille as they did not communicate مش مهمين بالنسبة لها هي حسمتي تواصلوش أيضا a girl wearing an airman tuck and a gentleman in grey also young boy and girl لعنقول لهم they are the two adults they appear at the end هما اللي دون عنهم في القصة of the story miss Braille is criticized by these young adults they call her نعتوها stupid old thing اللي قرأ القصة غلقها هدي مهم مبزف أوكي and also make fun of her coach يعني هما هاد شابان هادو كيبانوا في نهاية القصة هما اللي قلنا جوا في الأخر وكينتاق دول أني سابريل كيقولوا بأنها هي واحد إنسانة ولا شي object for example غبي أوكي وقديمة old fashion لشي شي وحدة for example اللي كتبع الموضة ويسخرون منها أيضا وكيسخروا من المعطف ديالها إلى هنا أصدقائنا نكون سالية يعني هالتحليل بشكل بسيط جدا تمنى أني كنتوا فقط نوصل لكم الفكرة بشكل بسيط thanks for watching أتمنى مشاركة القناة مع أصدقائك تعمل فائدة وأشكركم جزيل الشكر على التعليقات صراحة الإيجابية وعلى كل شي ومازالي مستمرين واللي بغي يتعلم فيكم لغة الإنجليزية بعيدا عن دروس يعني للجامعة فالقناة موجهة لجميع thanks for watching see you next time إن شاء الله good bye